انا بحب الاختلاف والمحلة او العربية دي بيعملوا الحاجة بشكل وكواليتي مختلف فمثلا زي ما انتو شايفين العيش هناك حلو قوي البرجر هناك ممكن يبقى محشة جبنة متزررلة او جبنة شدر او اللي اتنين مع بعض والفرايد شيكن كمان بتاعت الصراحة فيها اختلاف عن باقي العربيات كلها انا جاي شارة ان النهاردة مخصوص عشان اجرب عربية بيرجر بقالها السبع سنين فتحة وهي اول عربية بيرجر في مصر وهي تراي سايكل بيرجر يلا بينا انا مش عارف ازاي فعلا بس في السبع سنين دول انا مجربتش العربية دي ولا معرف روحت فرع شارة ان اللي موجود في شارع واحد اللي متفرع من عبد الحميد بدوي عشان اروح هناك اكل جوه المحل نفس عشان هناك محلة مش عربية زي اللي في المرغاني واللي عرفوا تقريبا يعني ان هما اليوم فرع تالت كمان في شوبرا المينيو هناك بسيط خالص ساندوتشات بيرجر وساندوتشات فريد شيكن والراجل برضو قال ليه هناك ان هو فيه شوية ابيتايزر بس للاسف مش موجودين في المينيو المهمة طلبت الوردر وجهز تقريبا في نص ساعة اخدت لي كم واحدة كامة من البطاطس اللي كميتها كانت كويسة والتابل بتاعتها كانت كويسة وبعد كده دخلت في الساندوتش واول ساندوتش هو البرجر ميكس وده سعره 65 جنيه وبيكون عبارة عن قطعة بيرجر محشية جبنا شادر وموزاريلا الاتنين سوا مع بعض وعليه بقى شوية الصوصات ومن تحت كده شوية الخاص والتماطم والحاجات دي وزي ما كنت بقول لكم في اول فيديو المحلة او العربية دي لعندهم واحدة من احسن لقام العيش اللي انا شفتها عمتا في السوق بالنسبة للساندوتش نفسه بقى فالصراحة طعم البرجر عجبني جدا حتة الموزاريلا والشادر الاتنين مع بعض ديه كانت حلوة بس انا بالنسبة لي كنت افضل لو كانت شادر بس وده برضه اوبشن موجود عندهم هنا حاجة كيه برضه قلت لكم قبل كيه بس افكركم بيها ان انت لما تيجي تاكل ساندوتش البرجر ويكون مع بطاطس كله فوق البطاطس على طول عشان اي صوصات تقع تقع على البطاطس فتبقى بتاكل بطاطس بالصوصات وهتبقى في حتة تانية سادر بعد كيه بعد دخلت في ساندوتش الفريد شيكن اللي كان سعره خمسين جنيه هو الساندوتش بسيط خالص قطعة الشيكن ستريبس محتوطة فوق تحتها الخضار سواء خاصة او طماطم ومن فوق بقى شوية صوصات كده سواء صوص شادر او اي صوص تاني في الاول الصراحة كان مديني انها قطعة ستريبس ومش قطعة فراخ مالية الساندوتش كله بس انا بعد كده فهمت ليه يعني القطعة الوحدة اصلا كانت كبيرة بس القطعة التانية كانت قطعة صغيرة ماليين بس فيها الساندوتش فانا الصراحة قدرت الحتة دي اوي وغير كده الكراست نفسها بتاعتها شكلها مختلفة ولما دقت حتة الفراخ لوحدها الصراحة كان طعمها حل وفي السندويتش بقى نفسه مع كل الحاجات اللي فيه الصراحة برضو طعمها جامد يعني قطعة الفراخ نفسها أصلا كبيرة مش صغيرة والبريدنج اللي عليها برضو كبير يعني انت ما تحسش ان انت بتاكل بريدنج بس أو فراخ بس لا انت بتاكل الحاجات مظبوطة مع بعض الصراحة فعلى عكس ما بلاقي كل الفود بلوجرز تقريبا بيتكلموا على البرجر وسايبين الفراتشيكن انا صراحة الفراتشيكن عجبتني جدا واخر صندويتش جربته بقى هو الدون دو وده اشهر صندويتش هناك اصلا وسعر الصندويتش ده 75 جنيه بيكون هو هو بالضبط البرجر الميكس اللي انا جربته في الاول بس عليه من فوق مشروم ببصل متكرمل واثنين متزرلة ستيكس جربت المتزرلة ستيكس في الاول كده هي صراحة كانت حلوة جدا حتى الكراست نفسها بتاعتها مختلف عن باقي المحلات وقلت اجرب المشروم اللي بالبصل المتكرمل اللي فوق ده هو صراحة المشروم مكانش فريش فانا ما مفضلتوش قوي بس لما دقيت السندويتش كله على بعض الصراحة طعم المشروم اللي كان مدقيقني ده التاه في النص والسندويتش كان كله طعمه حلو على بعض حتى بالمشروم بقى بكل الحاجات اللي فيه يعني ولو انت عايز بيف بيكون ممكن تزود عليه شريحة من فوق بعشرة جنيه بس انا بالنسبة لي هو كان حلو الصراحة واخر حاجة بقى طلبتها اللي الراجل رشحالي وانا هناك وهي الشيكن وينجز طلبت 12 قطعة 6 جريلد بالباربيكيو والستة التانيين عاديين فرايد بالبافلو سوس سعر اللي 12 واحدة 70 جنيه انا مش خبير الصراحة الشيكن وينجز فانا مش عارف السعر ده غالي رخيص ولا ايه بالظبط فانت وقت تقوليه تحت في الكومنتات عمتها الجريلد اللي بالباربيكيو دي حسيتها تحرقت منهم سنة كده بسيطة فانا ما فضلتهاش الصراحة بس التانية بقى اللي بالبافلو سوس دي الصراحة كانت حلوة جدا انا انا دقريبا كنت اخلصهم اصلا في التصوير مع اني كنت شابعين اصلا وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو دول المحل او العربية دول الصراحة بيقدموا كواليتي حلوة جدا بس بسعره اغلى شوية من باقي المحلات بس انت بتاخد متزرلة ستيكس حلوة جدا عيش حلوة جدا وفرايت شيكين رائعة الصراحة عمتها لو انت جربت قبل كده ترايسكل او ترايسايكل بيرجر ممكن تقوليلي تحت في الكومنتات تجربتكم كي اتعامل ازاي وشكرا جدا لكم لو انت لسه بتتفرج لغاية دلوقتي كان معكم ابازة من قناة لايف زبازة سلام